ثمانية عشرة سنة مرت على العملية السياسية التي أسسها الاحتلال الأمريكي أكسبت العراقيين خبرة ودراية في معرفة ما تنطوي عليه اللعبة السياسية وتفننوا في تفكيكها وفهمها وكشف أكاذيبها لذلك أيقنوا أن الحديث عن الانتخابات يقترن بظاهرة تزوير الأصوات المعدة مسبقا وعلى الرغم من الشعارات والوعود المكررة والدعوات إلى المشاركة وتحذيرات المبعوثة الأممية جنيني بلاسخارت من مقاطعة الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر المقبل إلا أن الرفض الشعبي يتسع بنحو غير مسبوق وتؤكد المعطيات أن العراقين لا يثقون بالأمم المتحدة ولا بمبعوثتها للعراق وهم قبل ذلك لا يثقون بالحكومة وقد جاء ذلك نتيجة تجارب مريرة استمرت لخمس دورات انتخابية سابقة لم يلمسوا أن شيء مما حدث صب في صالحهم وإنما المكاسب كلها تذهب إلى الساسة وحاشيتهم بينما تنحدر أوضاع البلد نحو الأسوأ ويتوقع مراقبون أن لا تسجل الانتخابات القادمة تغييرا حقيقيا في نوع وشكل المنظومة السياسية فالأحزاب التقليدية ما تزال تمتلك السطوة والتأثير والنفوذ في كسب الرهان الانتخابي الذي يشارك فيه 21 تحالفا و167 حزبا بينما بلغ عدد المرشحين المتنافسين 3249 مرشحا مدفوعا بالرغبة في الحصول على مكاسب دخول عتبة البرلمان ويمكن لمس الرفض الشعبي الواسع للانتخابات من خلال مشاهدة استقبال المواطنين للساسة عندما يذهبون للترويج لقوائمهم بل إن شعارات المقاطعة علت فوق دعايات المرشحين ويرى العراقيون أن الانتخابات المقبلة ستعيد تدوير وجوه العملية السياسية لا سيما وأن المدقق في قوائم المرشحين يكتشفوا أن التحالفات القائمة مبنية على أساس طائفي أو قومي ما يجعل الشارع أمام الظروف والأوضاع نفسها التي رفضها العراقيون والتي تمثل اجترارا لكل ما جرى في السنوات السابقة وتدويرا لمن قاموا بتخريب العراق وكرسوا كل أزماته وإن قدموا أنفسهم بمسميات وشعارات جديدة لا رصيد لها على أرض الواقع